الحمد لله الحمد لله فضل ونعمة من ربنا فضل ونعمة من ربنا النهاردة تزل إزلال فظيعة تزل إزلال فظيعة عمر الجنيني واتحاده الكهرة بلغ الكاف والفيفا بلغ الكاف والفيفا النهاردة الكاف وكان طالب بخطاب بتوقيعه شوف الإزلال ربك المعز المزل المعز المزل سبحانه ما لا يغفل ولا ينام اتحاد الكرة بلغ الكاف والفيفا بقارات لجنة قلمبية النهاردة الكاف رد على نادي الزمالك قال لهم كان بعد خطاب نادي الزمالك مش بتوقيع المدير التنفيذ بتوقيع مرتضة قال لما هو تحدي بقى وريني بقى هتعملوا فينا ايه كان بعد بيتطلب ناقل ملعب المباراة من استاد برج العرب الى استاد القاير مباراة الرجائي مربع الشي الكاف رد عليهم النهاردة قال لهم ان هذا الخطاب لا يعتد به لانه غير موقع من غير زي صفة غير موقع من ايه من غير زي صفة يعني ما نقش الطلب اصلا ما نقش الطلب اصلا فده قال لهم يبقى خلاص يبقى المباراة بقى في فرج العرب عاوز بقى ابعد طلب بتوقيع مجلات مش سحال ابعد طلب بتوقيع مجلات يموت الزمالك عشان هو يعيش والناس قاعدة قدامه والله العظيم عشان تبقى انتم عارفين بس انا متواصل مع كسير منهم ومش من النهاردة ولما كنت بجيب لك الخبر عارف انا بجيبه ازاي ومنهم النهاردة بقى ده كانت صدمة وصدمة طب اقول لك على حاجة الاجتماع اللي فات الفيدلو صورها والامبرح ده وزعف القناة اتصل بالناس شتمها ومنهم اتشتموا على الواطس تعال انت فيني يا كذا وتعال انت فيني يا كذا انتم بيعتوني انتم مش عارف ايه انتم كذا كل ده الوحيد اللي انبلغ فرار اسماعيل يوسف والدكتورة شريفة الفار طبعا لانها ستة فاضلة ومحترمة بعيدة عن الهصة دي لكن الباقي موجود والباقي بيوصم انه موجود لكن بيتمنى يخلصوا منه اقسم بالله العظيم بيتمنوا يخلصوا منه فالخطاب يا بيه الخطاب ها رجع للزمالك لانه من غير زي صفة خطاب نقل مباراة الزمالك والرجاء المغربي ماشي في دور الابطال الافريقي ماربعة وشتين الملعب برج العرب اللي التحادل الافريقي رجعه له الجوان قال له من غير زي صفة يبقى انت رازل تبعد اجاب بصفة مين اللي هو الرئيس بالانابة احمد جلال احمد جلال خايف يخش النادي اه خايف وراج المستشار مش هخش يتخاني مش بلطاجة هي ممكن يخش النهاردة بالليل او بكرة لانه مرتبطة مش موجود لكن رجالته موجودة وهم الرجالة دي ها اي واحد فيه ما يعمل كده يوم الحد للجنة التفتيش اللي جاي اللي معاه دبطالة قضائية على الحبس على طول يا بيه مش هشمع فاشه زار انا بحذرهم ان يا ابن انتوا عملتوا فلوس كويسة وعملتوا كافيهات وشاركتوا في محلات وتنهلتوا على عينيكم اسكتوا وإلا فار اخر موظف تم ابعاده من نادي الزمالك من شهر عامل فواتير مضروبة بمليون وستمائة الف جنيه فواتير مضروبة بمليون وستمائة الف جنيه مش هعايز اقول في تخصص ايه عشان ما اجرحوش ولا اجرح بيته ولا عيلته انا بحب ابعد عن التفاصيل اللي تخص الناس اللي تحت دايما مركز معه هو لكن فواتير مضروبة بمليون وستمائة الف ليه يعني ليه يعني فواتير مضروبة هم كلهم عارفين في نادي الزمان وممكن عبد ناصر يقول الاسم انا بحبش اقول الاسم الصراع لكن عبد ناصر من كتر اللي شايفه بيقول الاسامة والتفاصيل طب اقولك على حاجة شهيرة بتاعت القدرة المالية النهاردة حد بيكلمني يعرف انا معرفاش شخصية بقول لي ازاي شهيرة قبل ان يبقى عليها رقيب عنده 27 سنة اللي هو عمر السيد ده طوله ما عرفش طوله ما عرفش قال لي دي شطرة جدا وسيدة محترمة جدا وكذا كذا طوله خلي بالك بقى ان عمر السيد ده كبا نتعين في جهاز الكورة ب35 ألف ليه؟ ليه انه جاي بتوصيع من البيت ليه لانه هو عيني البيت على كذا كذا على بعض الناس انا بقول لك الليرد ربنا لكن سبحان المعز المزل او قا تفتكر ان دعوة المظلوم دي هينا كده ده سبحانه بيقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين انا لا هاشت ولا هغلط ولا هرد ولا يعاجل ولا برفع عضايا برفع بلاغي لمن لا يغفل ولا ينام وبنصحك انت جمان تعمل كده لو انت زي حزبي الله وانعمل وكيل تاخدها 450 مرة او دور كده على جوجل على حزب النصر لسيدة قبل حسن الشزولي والدعاء بتاعه خدوا مرتين كده مرة الصبح ومرة بالليل لو حد ظلمك وشوف هتشوف فيه آية وهيطمنك انك هتشوف فيه آية مهم اسيادنا ومشيخنا اللي علمونا كده تب بتاخدها ضد اي حد يا ابو المعاطي والله باخدها غصب عني لما بقى مضطر ومش ممكن مش ممكن لو حد ظلم ربنا ما يقرر شعينا المصدوم بالله يحصل واللهم لا يشاماته في حد اللهم لا يشاماته في حد بس انا بقول لك مرتضة انتهى ومرتضة هيسقط من الدور الاول فيه متغمر الناس ازجية جدا الناس ازجية جدا وفاهمين كويس جدا 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 والوزير دلوقتي بقى لا خلينا نقر سياسة الامر الواقع كل الناس بتخلص وكل الامر طيب روح قللي الكاف بقى ده الكلام ده مش صحيح ايه الفرق يا جماعة هازا اقول لكم اللجنة الاولمبية هيئة اهلية تخضع للرقابة الحكومية في ايه في التفتيش المالي والاداري زي كده الفيف هيئة اهلية لكن التفتيش المالي والاداري حق للناس فخدوا ناس حكموه جنائيا مش عادي فيه طب الفساد لما ثبت منعوهم من الممارسة الرياضة المدد زي اللي حزن بقى مع محمد بن همام مع بلاتيني مع بلاتر مع اي حد دول اللي بياخدوا القرار ما تقول ليش بقى اصلا ده سافر النواية الحسنة ولا ده عضو نواب ولا ده معا مش عارف حسانة ما روش علاقة ده احنا هنا بنتكلم رياضة اللي بناخد عليه هو الدستور الالومبي والمثاق الالومبي مش التطاور اي حد قفاق يطلع بقى يقولك اصلا مش عارف ايه واصلا ايه واصلا اعرف انه قفاق البيه انبارح اللي بقول اساس علي باركة اللي شغاله بيقبض من نادي الزمالك بقاله سنين رغم منصبه المحترم في مؤسسة الاهرام قالك واحد قال لي ان رئيس الوزراء على مزاجه الكلام ده تب مين الواحد قالك ولا ما قابلتش حد من لكننا النبي هو اللي قال بعض من اللزان تب مين يا حبيب الواحد اللي قالت واحد ماشي في الشارع ولا واحد مسؤول ده ابسط حاجة ما اطلعش اقول على الهوى كلمة غير لما انا بقى وثق منها مليار المية مليار المية وليها مصدر يعني انا لما قلت ان العقود اتبعت لموسيماني قبلها باربعة ايام في مصدر اقيل ومصدر وإيه بقى وقعد اتأكد طب حبي يرقصني ويضللني امير توفيق ليلة الموضوع وقال لي على ناس تانية معاه ماشي بعد الموضوع ما تم قال ليك عندي حق عربي يا انجل يعني قصد اقول لك ما ينفعش تقولك كلمة لما فيلر قلت انه ماشي فكده لما قلنا اللي باتشيكو جاي قبلها بثلاثة ايام واقع المرشعين فلا لا بكلم فيه لازم عندك فده طالع يقول لك ايه واحد قال لي بس مش من لجنة الانمبية وهو مش وصق من المعلومة ان اللي بيحصل ده باعاز من دولة رئيس الوزراء يا سلام والتالي طالع يقول لك لا خلي دولة رئيس الوزراء يطلع لي بيان يطلع لك بيان بأمرت ايه انت مين اصلا هو فضيلك هو فضيلك هو فضيلك هو فضي النادي الزمالك ده رئيس وزراء ماصر عنده مهمه وشغله فانت مجيش تقول اما وزير شابه هذا مش فضيلك هيتانه قاعد يحليك مشاكلك ورفض الرد عليك ويتعامل معك بسيسة الامر الواقع والقرار يطلع حد او اتنين قرار يطلع حد او اتنين لما لاج نتيجة وتتمكن من كل شيء ويكون مر اسبوع على القرار وهو ما استقنافش اوص تروح للقضايا اللي ده روح للقضايا لكن زي ضربة الجزاء كده لما روحت للقضايا ده بتعملش المقصة خد قرار بعادة المباراة شوف مين اللي هي نفذولك لان ده الفيفا بتامنع ده واللجنة الولمبية تامنع ده وانا قلتلك ان عمر الجنيني بلغ الفيفا وبلغ الكاف وان حسن مصطفى نائب رئيس اللجنة الولمبية الدولية بلغ اللجنة الولمبية هنتقل بكم على جزئية تانية اخرى مهمة سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي هيا السلام في مشكلة عند الاهل والزمالك في الوصول لمباراة النهاء لو الزمالك وصل النهاء يلعب بدون حازم امام ولا اهل وصل النهاء يلعب بدون احمد فتح بعض الناس قالوا للنيكوتونيو كان معار من برشلونة وانتهى الدور الالماني لكن لعب معهم دور الابطال لعب معهم دور الابطال طب ليه بقى والموسم ما انتهاش والكاس ما انتهاش وده موسم استثنائي والاتنين مقايدين في افريقيا سواء حازم امام ووحمد جلال احمد فتح ما نكمل معاه حازم امام تشوف بقى المسألة الشخصية انا اللي بقولك احسن صغير اي من في مصر لما اقول كده بقى اقول لي اونك لابو المعات ما بحبش الزمان طب انت ما بتجددلوش ليه عشان خلاف شخصي بينه وبين المشف على كورة القضاء منك لرئيس النادي طب انت دلوقت تلعب باحمد عيد ده الفاينال ولا محمد عبغاني لما ربنا يكرمك وتوصل لا طبعا لا طبعا طب نيجي اعرضوا على حازم امام ايه بقى رفضين يجددوا الحازم امام رغم ان هو ما تعقدش مع اي نادي حتى الان ورغم انه يحق له التوقيع من يناير اللي فات لأي نادي لكنه متمسك بالزمان انا فيه تصرفات لحازم ما بتعجبنيش لما بخرج عن العصاب لكن ده احسن ظهر اي من في مصر هو احمد فاتي فاشي ظاهر فانت عندك واحد تقيل تيبقى نقطة ضعفك عشان مسائل شخصية عشان هو تخانق قبل كده مع المشرف على قرة القدم عشان في بينهم مشكلة اي من فاشي فقالوا الحازم امام ايه تفتق زهن المشرف على قرة القدم قالك نجدد له شهر ويكون التجديد بعد التأهل ونوسق العقد او فيه اتحاد الكرة يعني اتجدد له شهر وتمدد له شهرين نوفمبر وديسمبر ويروح في اي حتة في يناير وكلام من دا